كلمة بارك الله فيكم ما هي محسوبة علي امام الثقلين ولا اعتقدها ولا اقرها والله لا من قبل ومن بعد الحاضر سامعون حصلت زلة من شاعر صلت زلة من شاعر تاب الى الله عز وجل منها والتوبة يقبلها حتى الخوارج فضلا عن غيرهم ومع ذلك ما زالوا يكررونها امام الثقلين ما اقر هذا ولبيان في هذا منشور على الشبكات ان هذا خطأ ولا احب الغلو فيه ولا في غيري وعوذ بالله نحن نعتقد قول النبي صلى الله عليه وسلم لا تطروني كما اطرت النصارى عيسى بن مريم فان ما انا عبد الله ورسوله فقولوا عبد الله ورسوله قالوا يا رسول الله يا سيدنا وابن سيدنا خيرنا وابن خيرنا قال ايها الناس قولوا بقولكم الاول ولا يستهوينكم الشيطان الى غير ذلك نعم فهذا والله لا هو قولي ولا اقره ولا من قول ربما بعض الوقات اكون مشغولا عن الكصائد يقرأها ويمشي فاذا نبهت عليها نبهته وقد نبهته عليها وان هذا خطأ وحدف هذا المقول وتراجع عنها تسكررون هذا يعني يبحثون عن شيء يثبت الغلو هكذا ببحثوا لهم عن شيء يثبت أن عندهم غلو ما في شيء ما في شيء الشيء يحيا الحجوري responded I tell you may Allah bless you I am not to be held accountable for this particular statement I have verified this before and the son of the best of us and the son of the best of us so how is it that you still constantly reiterate it they are on a hunt for anything to substantiate the allegations of extremism that's what this is they are on a hunt for anything they are on a hunt for anything so as to substantiate the allegations there is nothing